بسم الله الرحمن الرحيم هيا بنا أعزائي الباحثين نتعلم مهارات توثيق المصادر الإلكترونية الآن مع استخدامنا جميعا لشبكة المعلومات العالمية الإنترنت أصبحنا نعتمد كثيرا على مصادر إلكترونية مختلفة ونبدأ بتعلم مهارات توثيق هذه المصادر وفقا لنظام جمعية علم النفس الأمريكية الإصدار السيدس ونبدأ بتوثيق موضوعات أو وثائق متاهة على مواقع شخصية أو مواقع عامة على الإنترنت استعانى الباحث بمقال إلكتروني متاه على الإنترنت في موقع شخصي هو موقع الدكتور بندر العتيبي وده كان اسم المقال الباحث حمل هذا المقال من على هذا الموقع هنوصلكوا داي زي ما علمنا بالضبط في توثيق المقالات هنكتب اسم المؤلف نقطة سنة النش لأنه في المقالة دي محدد لي سنة النش ثم عنوان المقالة بخط مائل ثم كلمة متاحة على والعنوان الإلكتروني للموقع اللي حملت منه أو طلعت منه على هذه المقالة يبقى الطريقة الأساسية لتوثيق مقال أو وثيقة إلكترونية متاحة أو مستند متاحة على الإنترنت في موقع شخصي أو موقع عام الاسم زي ما حنتعودنا الكامل نقطة تاريخ النش اسم المقال بخط مائل متاحة ونكتب العنوان الإلكتروني للموقع اللي نزلت منه أو طلعت منه على هذا المستند أو المقال بالتفصيل طيب لو لم أجد تاريخ لهذه المقالة تاريخ نشرة أعمل إيه في الحالة دي؟ حوصك بنفس الطريقة بكل حاجة بس بين القوسين القوسين بدل تاريخ النش حنكتب بدون تاريخ نفس الطريقة بدون تاريخ طيب لو المقالة زي ما إحنا نزلناها وكل حاجة دي لكن ما عنديش مؤلف بدون مؤلف حنفكر كده إن إحنا لإن المقالة اللي إحنا شايفينها دي نفس المقالة بس المرة دي كانت من غير إيه؟ مؤلف عندي تاريخ نش من غير مؤلف حستبدل بقى عنوان المقالة أيوة حنستبدل اسم المؤلف بعنوان المقالة ونحط برضو عنوان المقالة بخط مائل ولو في تاريخ نش رحضه بين قوسين زي في الحالة بتاعتنا وهكمل متاحة على والعنوان الإلكتروني للموقع طيب لو ما كانش في تاريخ نش كمان مجرد مقالة على هذا الموقع ده موقع أقول لكم موقع شخصي حكتب بين قوسين إيه؟ زي ما احنا عرفنا بدون إيه؟ بدون تاريخ يبقى هذه الطريقة اللي احنا هنراجحها تاني مع وعدة طريقة هذه لو كان في مؤلف لا ومفيش مؤلف حنستبدل اسم المؤلف بعنوان أو اسم المقالة أو الوثيقة أو المستندة التي طلعت عليه بخط مائل وتاريخ النشر ومتاحة على والعنوان الإلكتروني مفيش تاريخ نشر حنكتب بين قوسين بدون تاريخ إيه؟ نشر بدون تاريخ بدون تاريخ طب افردوا إن أنا طلعت على مقالة أو أيه كده الحالة اللي أنا بقول لكم عليه قبل طلعت على المقالة لا ليها تاريخ ولا ليها مؤلف حكتب أهو اسم المقال بدلا من اسم المؤلف بين قوسين بدون تاريخ ومتاحة على والعنوان الإلكتروني للموقع بالتفصيل باخده copy من باخده copy وعمله بيست عندي بعدها أنا أحتفظ بيه من ضمن المعلومات المهمة للمرجع اللي أنا استعانتي طب لو أنا اعتمدت على مقال أو موضوع أو مستند متاح على موقع جامعة منظمة مؤسسة جامعية زي مثلا إن أنا لقيت موضوع منشور على الموقع الخاص بجامعة المنصورة وكاتب لك بقى كان ممكن بكل عنوان أو بدون عنوان حسب لأن هنا مثلا أو بيديك تاريخ التحديث كان موضوع اسمه الملتقى الخامس وقدت التاريخ بتاعه من قوسين وقلنا طبعا ما كانش فيه هنا مؤلف ولا ذاكريين مين اللي نشر الخبر فبكتب الملتقى الخامس بحط عنوان المقال بدلا من المؤلف والتاريخ إن المراجل حطيت التاريخ بالإيه بالتفصيل ومتاح على والمراجل ضفت بقى لأنه دوت موقع معروف موقع منظمة موقع جامعة زي جامعة المنصورة فبحط إننا ده موقع جامعة المنصورة وكمان بزود العنوان الإلكتروني برضو علشان يقدر القارئ يرجع له بمنتهى الإيه السهولة لو كانت جامعية برضو حقول متاحة على موقع جامعية مثلا جامعية المصورية وخشية التعليم جامعية المناهي جامعية كان هذه جامعية علم النفس وأحط اليو أر إل بتاعه يبقى طريق السائل توثيك مستند مقال على موقع جامعية مؤسسة جامعة قسم كلية حكتب الاسم وتاريخ النشر واسم المقال بخط مائر ومتاح على موقع أو المؤسسة ثم العنوان الإلكتروني للموقع وممكن كمان إننا بدل اسم الاسم دوت أحط اسم الجامعة لو هو دوت كلام عن جامعة عين شمس عن جامعة المقال دوت يعني الموضوع ده كان النشر بتاعه أو يعتبر المؤلف الجامعة دي أو القسم هحط بدل الاسم دوت هحط مثلا جامعة عين شمس تاريخ النشر واسم الموضوع مثلا اللي هي مثلا افردوا إن إحنا كان الموقع بيقولك عن شروط مثلا اللحاق بجامعة عين شمس مثلا هكتب النشر هو مين أو المؤلف هقول هنا جامعة عين شمس تاريخ النشر بن قسين وهنا اسم الموضوع أو المقال بخط مائر هي شروط اللي هي اللحاق وبقيت اللي هي متاحة على والعنوان الإلكتروني ولو في عدم موجود تاريخ أهو هنكتب بدون تاريخ زي ما احنا تعودنا متاحة على ونقول بقى موقع مؤسسة كذا أو كذا والعنوان الإلكتروني وهنا في حالة عدم موجود مؤلف هنحط اسم المقال أو لو زي ما قلتلكم لو كان دوت موقع جامعية أو مؤسسة ممكن نقول إن المؤلف هو بدل اسم العائلة هنا دوت هنحط بدل اسم المؤسسة أو المنظمة ونكمل ونحط اسم الموضوع أو المقال ومتاحة على موقع المؤسسة كذا ثم العنوان الإلكتروني طيب لو حبينا نوثق موضوع أو مقال على حاجة اسمها ويكي وهنا عارفين إن الويكي متغيرة وطبعا أشهر ويكي موجودة على الانترنت اللي هي الويكي بيديا اللي احنا كلنا عارفينها والويكي بيديا عشان تبقوا عارفين هي موسوعة متغيرة يعني أي حد يقدر يضيف فيها فعشان كده وانتو بتوثقوا من الويكي بيديا خلي بالكم انتو ما تلاقوش حاكتين لا مؤلف ولا تاريخ ناش ففي حالة الويكي بيديا بالذات أو أي نوع من أنواع الويكي وإحنا بنوثق حنحط لو مفيش مؤلف حنستبدل المؤلف بعنوان المقال أو الموضوع اللي احنا بندور فيه نقطة ونكتب بين كوسين بدون تاريخ عشان احنا ما عندناش تاريخ وبعدين خلي بالكم بقى مش حكتب متاهة على لا المرة دي لأول مرة خلي بالكم الإصدار السادس بنحطش التاريخ بتاع الاسترجاع التاريخ اللي اطلع فيه الباحث على الويب على المصدر ده تغيير مهم أول في توثق السادس إلا في الحاجات المتغيرة زي الويكي لو مواقع متغيرة زي الويكي لازم نحدد التاريخ اللي اطلع فيه الباحث على هذا المصدر مش التاريخ اللي وضع فيه المصدر على الشبكة لا خلي بالكم التاريخ اللي انا كباحث اطلعت فيه عليه فكتبت بعد موتاه حطيت الشهر فبراير 15 فصلة وحطيت السنة وعلى ورحت كتبت ان ده كان الموقع الإلكتروني للويكيبيديا الموصوعة الحرة وكتبت العنوان الإلكتروني للويكيبيديا يبقى من هنا نقدر نقول ان في حالة المواقع المتغيرة كالويكي لازم نحدد تاريخ الاتاحة التاريخ اللي اطلع فيه الباحث على هذا المصدر يبقى طريقة الاسئلة توثيك مصادر متغيرة على الانترنت كالويكي اسم المقال بخط مائل لو ما كانش فيه عندنا مؤلف لو فيه مؤلف حنمشوا بطريقتنا العادية منحط اسم المؤلف والتاريخ لو كان فيه تاريخ مفيش تاريخ هنكتب بدون تاريخ بعدين اسم المقال وعاددا الويكي مش هتلاقوا فيها الويكيبيديا بالزاد مش هتلاقوا اسم مؤلف لكن في الويكي ممكن في أنواع تانية من الويكي لايقف اسم المؤلف بس الجديد هنا ان احنا متاحة نكتب الشهر اليوم السنة على ونكتب العنوان الالكتروني للموقع يبقى في حالة المصادر المتغيرة كالويكي ومنها طبعا الويكيبيديا يجب أن يحدد الباحث عند التوثيق تاريخ اطلاعه على المصدر على شبكة الانترنت يبقى نقول متاحة الشهر اطلعنا فيه اليوم فاصلة السنة وبكده يبقى تعرفنا ازاي نوثق مصادر متغيرة زي الويكي على الانترنت نعم وصدق موسيقى موسيقى الانترنت